موسيقى ويا مأمن كل خائف اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين اللهم صلي على محمد وآهلي محمد السلام عليكم شلوكم وتابعيني شخباركم يا رب تكونون مليون ألف خير رجعتوا ياكم في هذا الفيديو الجديد أتمنى هذا الفيديو أعجبكم نقول صباح الخير لو صباح الليل قعدت من الصبح راح أنظف غرفة الاستقبال أول ما أفتح الشبابيك حتى الهو يتغير ويدخل هو وتدخل شمس وصير تغير بالجوم هسا بعد ما شلت البرت فتحت الشبابيك شوفوا هذا العنب اللي زار عينه ورا الشباك يعني هذا صار لحوالي سنتيا والسنة محمل العام محمل بس موت شي بس مو كلش معتنين بي هسا راح ألم هذا الفراش هذا الفراش دائما طبعا أطلع يعقين من الغرفة وأخليها هنا أنا حتى عن الهوسة وعن صوت التبريد صوته شنا عن برد التبريد لأن أحساب برده وخطيه بسرعة تستبرد هسا راح أشيل الفراش حتى أنظفها وأكنسها وهاي المكناسة العراقية الأصيلة الخوص اللي ما نستغني عنها أبدا أبدا أول ما أكنس الشبابيك تعرفون هذا البرغش ما شاء الله برغش الصيف دازم يصير بالشبابيك هسا أكنسهم وبعديين أبسحن حتى يوقع هاي أمام واليوم تدرون شينو شاركتكم اليوم شاركتكم وكان ترتيب نوم غرفة وهوية متابعين وطلبون وميقين وميقين سوراتين ويقين وميقين سوراتين ويقين اليوم سويت لكم الفيديو وهوية بيقين هسا أتطلع لكم يقين وشون ما شدت له وعدلت له وبدلت له المهم ها صار فترة تدرون شينو أحس مرات تجي فترة يلطش الدماغ يلطش يعني هذا الصماخ ما للعقل يعني ما للراس يلطش يعني ما أعرفش أصور أقول يمكن ملو من الروتين ومن هالسوالف هاي يعني أحاول أخلي فكرة جديدة بالفيديوهات فأتمنى منعدكم إذا أعدكم أفكار حلوة أفكار جديدة للتصوير تطونياها حتى نصورها وشوية نغير بالفيديوهات هسا بعد ما اتناسيتها راح أبلل هذه الماسحة ماي وشوية قاصر وأمسح الحصير حتى ما يبقى عليها تراب هسا شوفون اللون مات وشون راح يختلف أتذكر قبل تشانا وكلها نفرش حصران هسا مو مثل قبل وهو شاء الله تختلفت عن قبل قبل تشانت الأرضية هي صبة وتشانت حصران هسا قليل الحصران يعني قرضت الحصران مو مثل قبل وكش هو تغير يعني هو شاء الله تغيرت وما صارت مثل قبل شوفوا اللون هناشتون صار اللون الحصير هو واحد يتغير عن أول بداية هسا بعد ما خلصت هون راح أروح راح أروح للغرفة مالتي أول ما أرتب الهوسة مالت يقي شوفوا اللعابات شكل البطانية شكل الدوشة كلها صار هوسة فهسا راح أنكثر وأمسح هاي بماما ها طلعت العتاشنا تيقونه وبعمر يعني حال صغيرونه شنت مخليتي لها دواشق وهاي بس هسا لها قامت توقف على الكاروك فأخاف عليها خليتي لها بس الدواشق الصغيرون بدون أي أضافة جواه هذا دعاء التاج دائما هو مخليتي لها بالكاروك هسا راح أمسح طبعا اللايلونه بعد جديد وبعد علج الدمالت بس دائما امسح وانطف لها وعد لفراش وانكث وشنو بنات يعني هسا قامت توقف قامت توقف وهاي على الكاروك مالت وهواي بنات سيلا وبالأنست إذا حابين نضيفون الأنست أنا بخلي الرابط مالت بأول تعليق يقون لسه ما مشت أول بداية خفت عليها بس هسا لأهواي بنات طيهم العافية طمنوني قالوا لا تخافين عليها عمرها شهرين العفو يا شهرين السنة وشهرين وهي بعد لا تمشي وتوهس حاليا صار خمس يام ما أخذتها الدكتور جابت لها عمت قطرات من الصيدلية وقعدت طيها قطرات فيتامين دي ثري دي اي أول بداية كنت استخدمتها لها وتركته بس تندمت لأن تركته حتى سليناتها ما طالعت كلش فهسا هذا هوي ساعتها قامت يعني شوية توقف هذا الدوش قمالتها قلت لكم عليها ناصي وراح أرتب بها الشكل وخلي لعاباتها يمهي اللي كل ساعة وقالت لهم تدى تدى يقين منهاي هسا هي طبعا قاعدة يمي وخانسة لاحس ولابس ما هي البطانية ما لست عن قبل شم يوم شفتون غسلتهم راح أصفضها وأخليها بكاروك فهواي بنات قالوا لي وما يقين لا تخافين شيء كلش طبيعي عاد الصير سنة وخمس تشور لا تخافين لأن ما تمشي صراحة أنا ما خايفة هنا راح خلي الحفوظات مالاتها هذا خوش جرار سري فأنا بخليتها مباشرة بصف تشربايا حتى تكون قريبة ليا والحلو شطها من تلعب كلها شمر الشمر من الكاروك الشمر للقاها خلشوف البلاوي اللي شامرت لنا فأنا قلت لكم ما خايفة بس شنو يالي يجي وشوف ها ليش لس ها بعدها عن نونة ها بيتش ناعم هي أصلا حجمها ناعم أنا مرة راوتها للدكتورا عرضتها للدكتورا قالت ماما هي حجمها ناعم ما بيها أي شي فالحمدلله والشكر هنا طبعا طفة كهربا وما كملت لكم التنظيف يعني تصوير هنا هاي العصر بدلت لها وراح مشطلها خدت لها بالحديقة شوية جو حلي يعني العصر كلش من يكسر الجو يعني كسر هنا جو وطلعتها خطة مشطلها منها هاكينها منها هاي ددا ددا أي ددا منها ددا 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 بابا ماما بيبي ذني مفهوم عندها أما البقية بابا 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 سمعتم شوى المفهوم البابا نا يوضاجة طبعا من عدي نا طلعت روح كلش لان أنا شوي حس روح طوالت بالتمشيط نا 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 وصلنا لنا هاي طبعا هي شن هو هاذا البازون شوفوه وشدته وشافته بعد انتهت عينها ظلت وراء البازون اوه فيها البازون هذا بنات اتمنى منعدكم اذا اول مرة شوفون قناتي اتمنى تشاركون بها وذا جايش شاهدون هذا الفيديو وما ضغطين لايك اتمنى منعدكم نضغطونا لايك حتى يصعد الفيديو وصير النواهز للتصوير فمثل ما طلبتو هاي الفيديو صورته لكم بيقونه هنا احنا حديقتنا زارعين بيها مثل ما يشوفون هذه البانية والمدرشيني واشكال البان نخلينها يعني غابة مثل الغابة كل شي حاطين بيها وزارعين بس حلو واحد لمن يزرع بالحديقة حتى لو كانت صغيرونا بس شعفين اشكال حلو لمن تاخذين منعدها والطبخين مثلا مرقة بامية او شي وهاي بدنا هاي تشرتبت مكانها وهذا الكارو كمالتها وطبعا كرس الطعام اللي دائما سألتون عليه هو من ام ادم رب يطيها الصحة والعافية ومتابعة القناة موسيقى 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 عمر يقين سينة وهي مثريتاكو وتأشر لي على الكرسي فقمت دائما اخذها بي واخليها وهواي فادني منصار عمرها السينة قامت تعرف وتفتهم يمكن بناء سعره هذا الكرسي خمسين ألف موسيقى هذا ترتيبي للمكان مالتها الطونة رايكم به خوش وتبته حلولة وما حلو ومفكرة هواية غير باسموها سن ان شاء الله يعني بالأيام الجاية غير لها هواي شغلات ان شاء الله طبعا لعباتهم خلياتهم قريبات عليها حتى كل ماي بتتلهى بهن هنا بنياتي نامت بعد وصل العصر كلي اشتعبت ونامت واني اليوم عشاها من عشانة مرقس ضامية شوف شلون هاي ورا ما قعدت قبل لاحضر عشا يعني قبل لاذان عشيتها قبلنا كل حنا حتى من احضر عشا ونتعشا ما تلهيني وما اتخليني يعني هذا عدي وقت كليش مناسب اعرف اعرف وقت الاكل مالتها من الجوع كلش يلا اطيها تاكل حتى ما تشلع قلبي اذا اجب لها وهي شبعانها اكيد ما راح تاكل الناس تشوفون بتخالتها تاخذ منها الماعون وتخليها والصيح وهي ما تقبل انه تاخذ منها الصحن حتى تاكل شكرا شكرا اعرف ان اشترا هنا صادف اليوم الثاني حبيت اصوروا اياكم طبعا شنت ومسل الفات جاهز بس للاسف خانوا بي وخلوني اطبخ الغدئ انت انت متعهمتي ما وجودة ولا عمياني بس انا وحماوي وزوجي فما جابوني لفات فيه كلا شنقارت وضجت فيه المهم جابوني بيضات راح اسوي غدئ خمس دقائق ما اطول بي راح ساوي بيتزل بوتيتا والبيض هاي شين هاي مخلمة مو بيتزل المهم فهاي طريقة كليش يحبون اكلتها شي خفيف وبنفس الوقت سريع يمكن ما طولت به خمس دقائق تقولون اشلون تخليني البيض للغدا بنات عادي احنا ناكل البيض للغدا بس تدرون يم تما ناكله بالريوغ من سابع المستحيلات انه احنا ناكل البيض ابد ابد بس اسوي مرات الي يقوله بس ما لاطبخ لهم ريوغ غدا ابدا ما يقبلون ليش لين ياكلون يا اما قيمر يا اما حديد فالبيض نهائيا ما نخلي وقت الريوغ بعد ذلك وقت الريوغ هسا زيت شوية راس بصل ناعم بلى شي انبوتية ناعمات وراح اطلع الشرائح طماطة كل شناعة مات اذا عديت اجبان هم ضيفي اصير طعمها كلش طيف بس انا راح نسوي بس بوتيتا وطماطا وكروفسات شوي ويعني طبعا شين البوتيتا تعرفون ما تستوي بسرعة شوي اضفت لها ماي حتى تستوي ويلبصل هنا حمسة تعدي وراح اضيف لها الكروفس وشوي شرائح طماطا وبعدين اخلي بيثين وصير يعني توب اذا شوفون الطباخ منظيف ايه انا لسا منظفته لان شنهي عمت ذام ايان كلش ما لاحق اقل لهذا هنا هي انطيها يقين واقدر انظف بس اذا وحد ايوي يقين لازم بس شائلتها لو ياي المهم وياي كلش يعني شالع قلبي بهذا الشي شنو خايفة يعني اذا خليها وحدة تخاف المهم انا يمهي وهاي المشايا صارة نهائيا ما تريدها ابدا تريد بس كون وياي 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 وهاي المشكلة كلش يعني احسها مشكلة بس مايخالف اعوف الشغل واقل وقابلها مايخالف المهم ابنيتي امي وحبابة وعاقلة كلش عاقلة هسا مثل ما اشوفون هاي راح خليها اقل النار عليها وخليها تستوي وبين ما تستوي راح احضر واشوف شنو اخلي للغدا عدنا هذا الاخيار العطروزي واخيرا اخذنا من حديقتنا لان طلع بها الاخيار راح نسوي بهاي الطريقة اكوي سمونا برحي واحنا نسميه عطروزي طبعا هنا ذكرت الغالية ضحاوي اللي هي ميتة ميتة على الخيار العطروزي كلش تحبه فراح اساوي بهذا الشكل رتبتها بهذا الصحن هاااو هااو وهذه قز قز قزتها على الشكل مثلثات البلزة كلش حبوها صراحة واصلا ما خلوه معدها ولاش ويونه لانشان طعامها كلش طيب وما ضفت لا بهارات ولا شي بس ملح ضفت اله وتقدرين انتي بعد حسب خبر تشترين ضيفين تقدرين وضيفين هنا ما قاصتها النهاية فهذا شكلها النهاية قلوا لي شنو رأيكم به وهذا كان غدانا اليوم أستهمكم العافية أتمنى هذا الفيديو أعجبكم وصلنا نهاية إذا أعجبكم لا تنسونا من إلايك و الاشتراك و مليون أهل والسنة كل متابعين الموجودين بقناتي حياةكم والله كل الهلة بكم و مع ألف ألف سلامة انتظرونا فيديوهات جديدة بإذن الله و رسوله اشتركوا في القناة